هل سبق لكم وأنت سألتم عن قوة الاعتقاد والإيمان في تحقيق ما تطمح له؟ هل فكرتم يوماً في كيف يمكن أن يؤثر الإيمان بقوة الشخص وقدرته على تحقيق ما يريد؟ سنكتشف سوياً فكرة تقول ما تؤمن به تحققه تخيلوا معي للحظة أنكم تعيشون في عالم يعتمد على الاعتقاد والإيمان الشديد بما تريدونه فكرة مذهلة أليس كذلك؟ حيث يعتبر الإيمان الصادق والثقة العميقة بأنفسنا وبما نريد تحقيقه أدوات مهمة في مسيرتنا نحو النجاح تخيل للحظة ثانية أن كل ما تؤمن بشيء بقوة فإنك ترسم له الطريقة للظهور في الواقع ويصبح حقيقة في حياتك هل تتخيل مدى تأثير ذلك على طريقتك في التفكير والعيش؟ عندما نعطي أنفسنا الفرصة للتفكير في هذا الموضوع ندرك سريعاً أن الاعتقادات التي نحملها في داخلنا تصبح البوصلة التي توجه حياتنا إذن دعنا نتساءل ماذا يحدث عندما نؤمن بشيء بقوة؟ عندما يتجاوز اعتقادنا حاجز الشك والتردد يصبح لدينا القدرة على رسم مصارنا بينما نتجه نحو تحقيق أحلامنا وأهدافنا إذا كنت تعتقد بأنك محظوظ وناجح ستجد نفسك تتحول إلى شخص يحمل روح الجرأة والاستعداد للتحديات تتجاوز الصعوبات بثقة وتبحث عن الحلول بإيجابية وتستمتع بكل لحظة بتفاؤل ولكن هل يمكن أن يكون العكس صحيحا؟ هل يمكن أن يؤثر الاعتقاد بالسلبية والفشل على حياتنا؟ بالطبع نعم عندما نعتقد بأننا محاطون بالسلبية والفشل أو أننا لا نملك حظاً نجد أنفسنا نغوص في دوامة من اليأس والتشاؤم نرى الصعوبات كجدران لا يمكن تخطيها ونجدها تعيقنا للوصول إلى أحلامنا لذا فإن ما نعتقده حول أنفسنا وحول قدرتنا على تحقيق النجاح يلعب دوراً حاسماً في شكل حياتنا إذا كنت تريد أن تكون ناجحاً وسعيداً فابدأ بتغيير اعتقاداتك وتوجه نحو الإيجابية والتفاؤل فالتغيير يبدأ من الداخل والاعتقاد بأنك قوي وقادر يمهد الطريقة نحو تحقيق أعلى مستويات النجاح الآن دعونا ننظر إلى مثال آخر تخيل أن هناك شخصاً ما يعتقد بأنه مسحور أو محسود هل يمكن أن يؤثر هذا الاعتقاد على حياته؟ بالتأكيد نعم سيكون له تأثير كبير على حياته فعندما يؤمن الشخص بأنه تحت تأثير السحر أو الحسد ينشئ عقله نمطاً سلبياً يؤثر على سلوكه ومشاعره يمكن أن يؤدي هذا الاعتقاد إلى إنشاء دائر سلبية من التفكير والسلوك حيث يبدأ الشخص في رؤية كل تحدي أو مصيبة كنتيجة محتملة للسحر أو الحسد على سبيل المثال قد يعتقد الشخص المعتقد بأنه مسحور أن أي فشل في العمل أو العلاقات يعود إلى تأثير السحر بدلاً من النظر إلى الأسباب الحقيقية وراء هذه الأحداث بالتالي يمكن أن يؤدي هذا الاعتقاد إلى الشعور بالعجز والإحباط وبالتالي تحقيق تنبؤات سلبية التي يعتقد بها الشخص بالطبع قد لا يكون هناك أي دليل على وجود السحر أو الحسد ولكن الاعتقاد بأنه متأثر به يكون كافياً لتغيير تصور الشخص عن الواقع والتأثير على حياته بشكل سلبي إذا كان الشخص يتوقع بشدة وجود السحر أو الحسد في حياته فمن المحتمل أن يلاحظ أو يستجيب للأحداث بطريقة تؤكد هذا الاعتقاد حتى لو لم يكن هناك أي دليل ملموس على ذلك وأنا هنا لا أنكر أن السحر أو الحسد غير موجود لكن هناك فئة من الناس يربطون كل شيء يحدث في حياتهم بالسحر والحسد وبالتالي يمكن القول أن الاعتقاد بأن الشخص مسحور أو محسود سيؤثر بشكل كبير على حياته وقراراته إنه يعكس القوة الهائلة التي تمتلكها الاعتقادات في تحديد وتوجيه حياة الفرد ويبرز الأهمية القصوى للتفكير الإيجابي والمنطقي في تحقيق السعادة والنجاح في الحياة في النهاية إن الاعتقاد بالقوة الداخلية والسلام النفسي هو العلاج الفعال فالثقة العميقة بالنفس وبقدرتك على التحكم في مصار حياتك يمكن أن تحول السلبية إلى إيجابية وتحقق النجاح والأهداف بغض النظر عن التحديات التي تواجهك اشتركوا في القناة